سجلت درجات الحرارة في مايو مستوى قياسيا للشهر الثاني عشر على التوالي في الكرة الأرضية مع توقع مزيد من موجات الحر هذا الصيف وفدت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي بأن إجمالي درجات الحرارة في الشهر الماضي كان أعلى بمقدار درجة مئوية فصل 52 عن المتوسطات التاريخية في حيث كان أكثر شهور مايو حرارة على الإطلاق هذا وقالت خدمة كوبرنيكوس إن موجة الحرارة الاستثنائية دفعت متوسط درجة الحرارة العالمية في الاثنين عشر شهرنا الماضية إلى أعلى مستوياته منذ بدء التسجيل في عام 1940 عند درجة مئوية فصل 63 في أوقات ما قبل الصناعة ترجمة نانسي قنقر